سلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأوفية بلاغ إخبار من وزارة التربية الوطنية بخصوص الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا فبنسبة لهذا الإعلان اللي كتعلن فيه وزارة التربية الوطنية عن نتائج وكتعلن فيه على نسبة النجاح والنسبة بين الذكور والإينات يعني أولا حض موفق وهنيئا للناجحين والناجحات وحض موفق للذين يتوفقوا في الدورة السلاكية أو في سامة مقبيلة فبالنسبة للتلامد لاجتاز الامتحان أكثر من 121 ألف مترشيح متمدرس اجتازوا الامتحان دور العادية امتحان البكالوريا وأكثر 116 ألف مترشيح نجحوا وحصلوا على ميزة فوزارة التربية الوطنية في هذا البلاغ تقول بأنه بلاغ 221 ألف و 31 ناجح وناجحة بنسبة النجاح بلاغ 68.43% مقابل 63.8% في نفس الدورة 2020 بالنسبة للإينات أو نسبة الإينات كتشكل نسبة الإينات 55.54% من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين يعني أعلى من الدكور بالنسبة للإينات متفوقين على الدكور في نسبة النجاح في نسبة النجاح كما يبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين 111500 بنسبة 52% من مجموع الناجحين كما بلغ أعلى معدل على المستوى الوطني في هذا الدورة 19.53% لعشرين يعني أعلى معدل في المستوى الوطني في هذا الدورة هو 19.53% بمسلك العلم الفيزيائية خيار فرنسية وهو في المدرية الإقليمية مراكوش الأكاديمية الجهة والتربية والتكوين بجهة أسفي يعني المدرية الإقليمية مراكوش والأكاديمية الجهة والتربية والتكوين بجهة مراكوش أسفي كما بلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين في قطب الشعاب العلمي والتقنية 66.55% من مجموع الحاضرين في اختيارات هذه الشعاب بالنسبة لقطب الشعاب الأدبية والأصيلة فقد بلغت هذه النسبة 73.9% من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعاب أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالورية المغربية اللي اجتازها 90 ألف مترشح ومترشحة فقد بلغت نسبة النجاح 78.35% فيما بلغت بالنسبة للمسالك البكالورية المهنية 99.52% من مجموع الحاضرين في اختبارات المسالك والذين يبلغوا عددهم 6205 مترشح ومترشحة بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة اللي استفدوا من تكيف اختبارات الانتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح فقد بلغت نسبة النجاح في صفهم 67.63% والتذكير فقد حاضر الاجتياس اختبارات هذه الدورة 323 ألف مترشح ومترشحة من الممدرسين بالنسبة بلغت 95.15% وبلغت نسبة النجاح لدى المترشحين الأحرار 41.93% مقابل 30.61% في نفس الدورة سنة 2020 كان نلاحظوا أن هذه السنة كان ارتفاع مقارنة مع السنة الماضية بالنسبة للمترشحين الأحرار مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة سجلت نسبة بلغت 60.61% كما يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممترسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 62.531 مترشح ومترشحة في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار لغيج تازه الدورة الاستدراكية 56.813 مترشحة ومترشحة هذه الدورة الاستدراكية ستجري كما هو مقرر أيام 5-6-7-8 يوليوز 2021 وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز 2021 في الوزارة في ذات البلاغ تشيد الوزارة بالمجهودات المبدولة من طرف النساء ورجال التربية والتكوين والسلطات المحلية والعمنية والصحية وكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وتحسين مستقية شهادة البكالوريا الوطنية في ضرفية استدنائية طبعتها تدابير وقائية متخدة جراء تفشي فيروس كورونا فإنها تدعو كذلك إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية والتي ستنظم وفق نفس الإجراءات الاحترازية حد موفق هنيئا للناجحين في هذه الدورة العادية وحد موفق بالنسبة للذين سيجتازون الدورة الاستدراكية كما نتمنى التوفيق للذين لموفقوا هذه السنة أن يتوفقوا في سنة أخرى إن شاء الله بالتوفيق للجميع وهنيئا مرة أخرى للناجحين والناجحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته